في الفيديو ده لازم تركز معي كويس وتركز كويس قوي عشان هقول لك علاقة او ريليشن ما بين طنين والأذن او الزنة او الرنة او الطنين او الخرواشة اللي بتسمعها على مدار اليوم بشكل متواصل او اول ما بتسحى من النوم او قبل ما تنام على طول الصوت ده ممكن يكون ده علاقة وثقة جدا بفيروس كورونا عشان كده لازم تتابع معي الاخر الفيديو هقول لك على نصائح وتمارين مهمة جدا هتساعدك في حال المشكلة ده قبل سنة 2020 لحد الوقتنا هذا ظهر علينا فيروس كورونا بجميع متحوراته ولان عنوان الفيديو ده هو علاقة فيروس كورونا بطنين الأذن لازم تخلي بالك ان بعض الناس اللي تصابت من 2020 لحد وقتنا هذا في فيروس كورونا وسبع عليها اعراض كتيرة منها وهن العضلات ومشاكل كبيرة جدا واقامهم في الجهاز التنفسي اجدد الابحاث لقوا ان فيه علاقة وثيكة جدا ما بين الاصابة في فيروس كورونا وبعد التعافي منه وبي طنين الأذن لقوا ان بعض الحالات والاف الحالات ظهر لها طنين الأذن بعد الاصابة والتعافي من فيروس كورونا عشان كده لازم تخلي بالك كويس قوي لو ظهر عليك اي مشاكل في الجهاز التنفسي لفترة قريبة في خلال التلات سنين اللي فات دول لازم تخلي بالك ان ممكن يكون طنين الأذن او الزنة او الرنة او الخروشة اللي بتسمعها على متواصل على مدار اليوم او متقطعة او اول ما تسحى من النوم او بعد ما تحط الهيدفونز او السماعات المضر علينا كلنا فيه ودانك بيظهر معاك طنين الأذن فلازم تخلي بالك ان ممكن طنين الأذن او الخروشة دي ممكن يكون ليه علاقة بسبب المتحور الجديد من فيروس كورونا او ميكرون فلازم تخلي بالك ان انت لازم تتعافى بشكل كويس جدا من فيروس كورونا ولو انت اثبت خلال التلات سنين ده ان انت كان عندك فيروس كورونا وتعافيت منه لازم وظهر عليك طنين الأذن لازم 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 تروح لطبيب انفو اذن عشان تتعافى بشكل اسرع بكتير وتقول له الاصابة المرضية بتاعتك علشان تتعافى اسرع وبشكل كبير جدا من طنين الأذن لان طنين الأذن ليه مشاكل كبيرة جدا وليه اسباب كتيرة جدا منها مشاكل في العصب السامعي ذات نفسه واكدد الابحاث برضو لقوا ان العصب السامعي ذات نفسه بيتأثر بعد الاصابة في فيروس كورونا عشان كده لازم تروح ليه طبيب انفو الأذن في البداية عشان نشخص حالتك بطريقة سريمة ونبتدي التمرين مع بعض بشكل كويس من التمرين المهمة جدا ولازم تخلي بالك انا بحط الابهام عندي او الاندكس او السبابة على قلي جزء من الوجه علشان التمرين ده من التمرين المهمة جدا اللي لو اتعامل بشكل صحيح هيفرق معاك برضو في رحلة التعافي كل اللي انت هتعمله اللي انت بلقب هام من خلال الجزء اليمين والجزء الشمال مع بعض او كل جزء الواحده اللي رايحك كل اللي انت هتعمله اللي انت هتيجي عند الجزء الفجء السفلي بالشكل ده وهتتحرك للداخل بالشكل ده وهتدوس وهتعمل حركة دائرية وبدون استخدام اي قوة مفرطة ويفضل اللي انت تكون فاتح بقك او فاتح الفم بسنة صغيرة جدا وتعامل ادي واحد بحركة دائرية ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لو هنطبقها من الجزء الجانبي بالشكل ده كل اللي انت هتعمله بالابهام هتروح ليه الفجء السفلي وهتتحرك للداخل والفوق بالشكل ده وهتعمل حركة دائرية وبدون استخدام اي قوة مفرطة ادي اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر اما التمرين اللي بعد كده هو تمرين من التمرين المهمة جدا لان انت فيه بتعمل استثارة او للعصب المسؤولة عن السمع او العصب السمعي كل اللي انت هتعمله ان انت هتحط ايدك حوالين ودنك بالشكل ده وبالسبابة وصور لك من كل الاتجاهات ان انت تحاول تخبط بجزء ده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر بس وانت بتخبط او بتدق او بتطرق على الجزء الخلفي من الازم بالشكل ده لازم 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 يكون في زي ما تستخدمش الكوة المفرطة بزيادة عشان ما نكونش منزود المشكلة كل اللي انت هتعمله وهصور لك من كل الاتجاهات ان انت تحط ايدك حوالين الازم بالشكل ده وبالسباب هتعمل الحركة دي خلف الازم ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر لو هنصور من الجزء الجانبي كل اللي انت هتعمله ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح بعد كده هتروح بالجزء ده ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح اما التمرين اللي بعد كده هم التمرين المهمة جدا وسهل جدا وبسيط جدا كل اللي انت هتعمله لانت بالسبابة بالجزء ده هتروح على الجزء الخارجي من الازن بالشكل ده اللي انت لو قفلته سنة بسيطة كده وبدون استخدام الكوة المفرطة هتحس اللي انت مش سامع اللي حواليك بشكل كويس اك انك سلاب السماعات او ايربوتز فيه ودانك كل اللي انت هتعمله اللي انت هتثبت في الوضع ده حوالي عشرين ثانية بس بشرط اللي انت مش كل شوية تحط يدك وتقفل ايدك لأ كل اللي انت هتعمله وجرب معي دلوقتي كل اللي انت هتعمله اللي انت هتثبت في الوضع ده حوالي عشرين ثانية من خمستاشر لعشرين ثانية لو هنبدأ من دلوقتي كل اللي انت هتعمله ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر وتريح ونقرر التمرين ده لمدة خمس مرات على مدار اليوم لو هنعمل من الجزء الجانبي او من الفيو الجانبي كل اللي انت هتعمله اللي انت بيه السبابة هتقفل الجزء ده من ودنك هحكي انك حلاب السماعات او ايربوتز وهتثبت في الوضع ده من خمستاشر لعشرين ثانية لو هنبدأ من دلوقتي مع بعض ادي واحد ادي اتنين ادي تلاتة ادي اربعة ادي خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة والتريح والتمرين ده من التمرين المهمة جدا اللي انت لازم تثبت فيه من خمستاشر لعشرين ثانية لو ثابت فيه اكتر من 20 ثانية مش هيحصل حاجة لكن لازم نلتزم بالوقت اللي هو كويس اللي هو من 10 إلى 15 ثانية لأقل من كده والاكتر من كده عشان العلاج ما ينقلبش للدول اما التمرين اللي بعده هو من التمرين الاشهر لطانين الازن وخلي بالك التمرين ده من التمرين المهمة جدا اللي انت هتلاقيه في فيديوهات كتير جدا بس لازم تركز معايا خطوة بخطوة عشان التمرين ده زي ما قلت لك هو من التمرين المهمة جدا ولو طبقته بشكل صحيح هيفرق معاك في رحلة التعافي من طانين الازن كل اللي انت هتعمله اللي انت بي ايديك هتمسك الجزء اللي من الازن او بتتسمى جحمة الازن وهتمسك بالشكل ده وهترفع لفوق والبرة في الاتجاه ده مش كده ولا الجوه لا انت هتمسك شحمة الازن بالشكل ده وهترفعها لفوق والبرة بشكل متناغم وبدون استخدام اي قوة مفرطة زي ما انا هعمل دلوقتي ادي واحد اثنين 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 تثنين اثنين 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 ا ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح لو هنصور من الجزء الخلفي بالشكل ده هتمسك ادي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر وتريح اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة